طبعاً آدم الممثل الرسمي الرئيسي عن الجنس البشري سقط في الخطية وسقطت ذرية آدم في الخطية وخليني ممكن اقتبست من روميا إصحاح خمسة أنا عاوز أقرأ قبل الآية 16 إذا ممكن أقرأ آية 12 بعد إذنك بقول الكتاب في روميا الإصحاح الخامس والآية 12 من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم وبالخطية الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع يعني أنا بس اللي عاوز أركز عليه هكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع في آية 15 لأنه إن كان بخطية واحد مات الكثيرون فبالأولى كثيرا نعمة الله والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يسوع المسيح قد ازدادت للكاثرين وهكذا بيكمل طبعا الآيات ما بعدها شو اللي صار يعني الناس بتقول طب ما هي كلها ثمرة يعني ولو لهالدرجة العقاب الكبير العظيم إنه بشري بأكملها سقطت في آدم في الحقيقة هو ده اللي حصل وده اللي قاله الله يوم تأكل من الشجرة موتا تموت الله حذره وقد أعذر من أنذر فالرب قال له وبكل أسف الإنسان تمرت على الله عصى على الله ازدر بكلام الله احتقر الله في الحقيقة الناس بتستهون بالخطية دي لأنهم بيقسوها بمقاييسنا إحنا لو قتلت دي خطية لو زانيت دي خطية لأني أسأت الواحد لكن لما أكل من الشجرة ربنا عقله كبير لا أنا احتقرت كلام الله أنا ازدريت بكلام الله علينا أن نعرف أن الله مش زي الإنسان يوبخ الله البشر في مزمور خمسين ويقول له كده ظننت أني مثلك لا الله مش زي الإنسان الله عالي وقدوس وعندما تحتقر كلماته هذه خطية ما بعدها من ازدراء والاحتقار يعني لما البني إسرائيل في سفر العدد الصح 14 ما صدقوش كلام الله عن الأرض البهية الرب يقول له موسى حتى متى يهني هذا الجيد هذا الشعب لغاية إمتى يحتقروني ويهنوني حتى متى لا يصدقون كلامي ولا يصدقون كلامي فعدم تصديق الله في نظر الله إهانة واحتقار وفي الحقيقة حتى البشر يعني لو مديرك قال لك حاجة وبعدين أنت شكيت في كلام المدير مش هيعتبرها لك حاجة سهلة هو أنا بكتب وأنا بغذر معك ده أنا قلت كده فإذن الخطية هي إهانة احتقار ازدراء موجهة ضد الله شخصيا صحيح